إذن اختار ترامب الملياردر إيلون ماسك لقيادة إدارة كفاءة الحكومة اختيار يأتي ضمن خطة للحد من الهضر في الانفاق الذي يكلف تريليونات الدولارات وفق رجلان ترامب وماسك طبعا ماسك الذي يسعى لتخفضات اقتصادية وإعادة تشكيل من يتحكم في المعروض النقدي ستكون لديه مهمة شاقة تتبثل بالتدقيق المالي ومتابعة أداء الحكومة الفيدرالية بأكملها وتقديم توصيات لإصلاحات جذرية خطته تبدأ من تأييده تفكيك البنك الاحتياطي الفيدرالي ونقل صلاحياته إلى وزارة الخزانة أو أن تكون إدارته تحت سلطة البيت الأبيض كما يسعى ماسك إلى خفض الانفاق المؤسسي بنفس الطريقة تقريبا التي اتبعها في موقع اكس يلمح إلى تخفيض الميزانيات وترضي بعض الموظفين الحد من الإسراف في الانفاق الحكومي يعتبره ماسك السبب الأول وراء التضخم في عدد من الإدارات الأمريكية الرسمية ولتنفيذ خططه سيعين إيلون ماسك معاونين في مهمة استشارية من بينهم نواب قدامى وخبراء هندسيين وداعمين ماليين وشركاء إجيولوجيين في الوكالات الحكومية بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء لديهم مهارة تضييق الدوائر المالية بالمؤسسات العملاقة لوقف الانفاق غير المسؤول مثل ما يقول ماسك أيضا تقليص البيروقراطية في الحكومة الفيدرالية بنحو الثلث أي خفض تريليوني دولار من ميزانية الولايات المتحدة وترضي مئات الألاف ما وصفها ماسك نفسه بالبيروقراطية الضخمة